تلقى رئيس عبد الفتاح أسيسي اتصالة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتارش وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال قد تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت وأضاف متحدث الرئاسة الاتصال تناول الدورة المحورية الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهل القطاع السيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرا التي تم التأكيد على أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنسانية وخلال الاتصال رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهديئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية من جانبه تقدم جتائرش بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهديئة وتقديم الدعم الإنساني لأهل غزة وأكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة